بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن وآله حياكم الله مع لقاء متجدد برنامج مدارك ولنا في هذه الحلقة وقفات مع ما نحتاجه في يومنا وليلتنا في صباحنا ومسائنا في أسبوعنا وشهرنا ما دامت فينا حياة فإننا نحتاج أن نعرف عنه أكثر ما يمكن لن نحيط ولن نستوعب كل شيء لكننا سنتطرق إلى أهم ما نحتاجه من ذلك ذلكم هو وسواس الشيطان الذي ابتلان الله جل وعلا به وهذا الابتلاء حكمة لله في كل ابتلاء حكمة ليرفع درجاتنا وليجعلنا نعيش في جهاد مستمر فلا نركن ولا نقعد وهذه سبحان الله حتى في علم الواقع أن الإنسان إذا ما وجد عدو فإنه سيركن لكن إذا كان هناك عدو فإنه سيجتهد ويعمل على أن ينافس هذا الخصم ولذلك من حكمة الله تعالى أن جعل للإنسان عدوا هو الشيطان فكل ما تعرفنا على أساليبه وكل ما تعرفنا على حياله كل ما نجونا وكل ما زدنا وبالمناسبة بالتجربة كل ما زاد إيمان الإنسان كل ما زاد وسواس الشيطان حتى يزداد عمله ويزداد قربه من الله تبارك وتعالى ولذلك نجد أن المؤمن لا ينفكوا يجاهدوا في حياتهم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ومن مجاهدة الشيطان أن نتعرف على حياله وعلى مكره وعلى غوايته كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا إلى التعرف على حيال الشيطان فإن الشيطان لا يأتي بالمواجهة لا وإنما يأتي بطريقة فيها تحايل وهذا الصعب الصعوبة في مجاهدة الشيطان أنه لا يأتي بالمواجهة وإنما يأتي بالحيلة بالمكر وبالكيد إن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن مهم أن نعرف هذا الكيد حتى نقاوم وحتى ننجو من كيده لذلك ذكر ابن قيم رحمه الله كلمات نفيسات يتكلم فيها عن مجامع حيال الشيطان ماذا يريد الشيطان وكيف يوقع بني آدم في حبائله ومكره ومصيدته وما ينبغي علينا أن نقابل هذا المكر وهذا الكيد أول أمر أنه يوقع المرء في الكفر والنفاق يريد منه أن يكفر أو أن ينافق على اختلاف أنواعه بأنواع النفاق النفاق الاعتقادي والنفاق العملي هؤلاء قرة عين الشيطان يفرح بهم الشيطان هؤلاء هم حزب الشيطان هذا الهدف الأكبر للشيطان ولا يقع في حبائل هذه الحيلة كما يقول بمقيم إلا كل مخذول مرضول نسأل الله العافية النوع الثاني طيب إذا ما قدر الشيطان حاول بالإنسان أنه يكفر ما قدر حاول بالإنسان أنه يكون منافق ما قدر ماذا يفعل فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله أخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع التعرف على حيل الشيطان التي يغوي بها الإنسان أول حيلة أو الهدف الأول له أن يجعل الإنسان يكفر أو يكون منافقا بأنواع النفاق النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي بأنواع النفاق إذا ما استطاع يقول المقيم رحمه الله في كلمة مهمة جدا فيها سبر لما يقوم به الشيطان يقول فإن لم يستطع واعتصم الإنسان بالتوحيد وقاوم الشيطان فإنه يدخل عليه في باب البدعة أي أن يغير في دين الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وهذه قاعدة مهمة جدا أوردها الإمام النووي في الأربعين النووية قال عليه الصلاة والسلام كما روى عائشته رضي الله عنها وأرضاها ما ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني الشيطان حاول بأنك تكفر ما كفرت حاول أنك يعني تكون منافق بإذن الله نجوت يدخل عليك في البدعة فيقول يقبل منك أي جانب جامب البدعة إما أن تكون بدعة بغلو أو بدعة بتقصير يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولا يقع فيها إلا من أسلم نفسه للشبهات لذلك بدعة شنو مشكلتها أخوانك كرام أن فيها شبه يعتقد الإنسان أنه مسوي خير لكن هو موسوي خير قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا إذن هذه الهدف الثاني إذا ما نجح بالهدف الأول انتقل الهدف الثاني أن يدخل الإنسان في البدعة طيب إذا ما استطاع ونجل الإنسان بإذن الله من الكفر ومن النفاق ومن البدعة فإنه يبدأ يحاول معه الشيطان في أن يلقيه في الكبائر في عظائم الذنوب الكبائر يبقى مؤمنا يبقى لكن يقع في الكبائر يقع في الكذب يقع في يعني الربا يقع في كبائر الذنوب إذن هذا هذا هو المستوى الثالث من المستويات ما يريده الشيطان فإن سلم وبالمناسبة هذا الهدف الشيطاني الثالث طريقه الشهوات أما الطريق الثاني الهدف الثاني في البدعة طريقه الشبهات إذن الشبهة جانب عقلي علمي الشهوة جانب نفسي يعني يتعلق بالشهوة وتريده النفس من شهوات وملذات فإن عجز دخلنا الهدف الرابع للشيطان فإن أعجزته هذه الحيلة وعظم و يعني الإنسان العبد نجى بإذن الله جل وعلا من هذه الأمور التي سبقت نجى من الكفر نجى من النفاق نجى من البدعة نجى من الكبائر فإنه يهون عليه الصغائر يعني يرضى مننا بأن يكثر من الصغائر والمصيبة أن الصغائر إذا كثرت على الإنسان فإنها مع الإصرار قد تصير كالكبائر كما ذكر كالأعواد تجتمع الإنسان فتحرقه يرضى بالصغائر قال فإن عجز عن ذلك إذا ما قدر أشغله بأنواع المباحات حتى ينشغل عن الطاعات إذن نحن ما عدو لا يقف أبدا في أن يحقق أهدافه مهم جدا أن نعرف أهدافه حتى نقاومها ونستعين بالله منها حتى ننجو بإذن الله بهذا القدر نكتفي ونستعودكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر